بعث الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك واخلال البرقية أكد الفريق أول محمد زاكي وفاء رجال القوات المسلحة للمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص مؤكدين ولاءهم المطلق لمصر وشعبها ووقوفهم خلف قيادتها حراسا أمناء على المسؤولية الوطنية التي كلفهم الشعب بها في الدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه وصون مقدراته كما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي هذا وقد أصدر وزير الدفاع توجيها لتهنئة قادة والضباط والضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة كما أصدر الفريق أسام عسكر توجيها لتهنئة قادة والضباط والضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة